وزارة الداخلية تشكل لجنة خاصة لمعالجة ملف العمالة الأجنبية في وقت استبعدت فيه أكثر من 27 ألف عامل أجنبي مخالف منذ بداية العام الحالي وحتى شهر آبات جاري اللجنة تضم وزارتي الهجرة والعمل والشؤون الاجتماعية وجهاز المخابرات بغية تدارس جميع التفاصيل وجمع المعلومات سواء من الداخلين بصورة غير شرعية أو غيرها وزارة الداخلية أطلقت حملات كبيرة في تسفير وضبط المخالفين منذ بداية العام ولحد الآن هناك أكثر من 27 ألف وثمانمائة شخص أجنبي تم إبعاده وتسفيره ومنع دخوله مستقبلا الآن هناك قرار من الحكومة بتكييف الوضع القانوني بالنسبة للأجانب خلال فترة زمنية لتعديل الصفة أو الوضع القانوني للأجانب المقيمين وبعدها سوف تستمر حملات الإبعاد بالنسبة إلى مفارز وزارة الداخلية وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بيّنت أنها تتبع إجراءات خاصة في تطبيق قانون العمل للوافدين الأجانب واستقدامهم من خلال نافذة واحدة وعبر بوابة ألكترونية العمل الغرقانونية الإجراءات الأخيرة صار ما يسمى مثل العفو تصح موقف العمال الغرقانونية فعملية نافذة واحدة في مدرية شؤون الإقامة تتكون من طبعاً الإقامة زائداً دائرة العمل والتدريب المهن لقسم الأجانب زائداً دائرة الضمان الاجتماعي وأيضاً أجهزة أمنية لمسؤولة عن الموافقات الأمنية في نافذة واحدة التقديم عنها ابتدى من 1.7 يكون ألكترونياً عن طريق بوابة أولي الألكترونية يقدم العراقي ويقدم معلومات الأجنبي هي فكرة العامل للأجنبي العراق أن يكون هناك مقابلة جهة ضامنة عراقية وتأتي هذه الإجراءات بعد صدور الأمر الديواني الخاص بتكييف الوضع القانوني للأجانب ومسؤولي شركات استقطاب العمالة الأجنبية وأرباب العمل وفق رسوم متفق عليها إضافة إلى مراجعة ملف الوافدين والمخالفين لشروط الإقامة من بغداد محمد العيداني العراقية الإخبارية